بعد عقود من الحروب والإهمال صار العراق يوصف بأنه من أكثر بلدان العالم تلوثا وهشاشة أمام التغيرات المناخية حيث وصلت نسب التلوث إلى مستويات خطيرة في الهواء والمياه والتربة فضلا عن تلوث مساحات واسعة بالألغام والمخلفات الحربية وارتفعت معدلات تلوث الهواء بسبب انتشار مصادر حرق الوقود وغيرها من الأنشطة الصناعية الأخرى ونقل التقارير للبنك الدولي أن العراق أهدر أكثر من 17 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب للنفط العام الماضي حيث يشعل العراق حوالي 45 ملبيئة من غازه المصاحب في الوقت الذي يعد فيه ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث حرق الغاز بعد روسيا كما أن الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات التي تطلق آلاف الأطنان من العوادم تزيد من حدة هذه الكارثة البيئية بالإضافة لما تسببه مولدات الكهرباء بجميع أحجامها المنتشرة في الشوارع وداخل الأحياء السكنية والمنازل من انبعاث الغازات السامة لم تسلم مياه الأنهار هي الأخرى من التلوث الذي يحدث غالبا بفعل فاعل نتيجة مخلفات الصرف الصحي والمعامل ومياه المزارع بالإضافة إلى تسرب فضلات المنشأة إلى الأنهار من دون وجود رقابة بيئية وتقول وزارة التخطيط إن 40% من المصانع في العراق تولد كميات كبيرة من المخلفات الصناعية التي باتت تلوث البيئة بسبب عدم عمليات المعالجة وإعادة التدوير لا يقف الأمر عند هذا الحد فهناك مناطق الحروب التي طالها التلوث باليورانيوم المنظب كما هو الحال في جنوبي العراق أو التلوث الناتج عن الفسفور الأبيض الذي استخدمته قوات الاحتلال الأمريكي في معارك الفلوج عام 2004 وعام 2017 في الموصل تلوث متعدد الأنواع والأسباب في العراق يقابله تخبط وإهمال حكومي إزاء مشكلة حقيقية تهدد واقع البلاد وتنظر بمخاطر أشد تهدد أجياله القادمة في ظل غياب القضايا البيئية عن قائمة الأولويات وتجاهل أسبابها ونتائجها الوخيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر